مساء الفولي الحقيقة ان الفيديو اللي فات كان طويل شوية يعني الفيديو كله على بعضه متصور مرة واحدة بس الفيديو طلع طويل جدا فاضطريت ان انا قسمه جزئين الحقيقة الجزء ده بيتكلم على الشرق الاوسط دي حاجات اللي اتهمنا اكتر واكتر واكتر يا رب الفيديو يعجبكو تحيا مصر بص بقى باش اول ايميل بيقولك في ايام 2011 الاقدارة الامريكية على رأسها اوباما كانت شايفة اللي بيحصل ده سبيل لهدم الامبراطوريات اللي مش عاوزة تتغير وسبيل في تغيير الحكم بشكل عفواء بشكل عفوي بس كل اللي عليهم ان هم يدعموه وما يقفوش قصاده يعني معنى كده ان امريكا مش هي اللي عاملة 2011 عشان بس نبقى واسقين يعني خلي بالك انا من ضمن الناس اللي نزلت في 2011 خلاص عشان بس تبقى ايه يعني انا مش حاجة راح في نفسي عشان بس ما تجيش تقولي انت بتهاجم صورة 2011 انا نفسي كنت فيها خلاص فمش بهاجمها بس هو كل بيقولك ان هم كانوا بيدعموها عشان تحقق اهدافهم ازاي قالك ان هيلوري كلينت كانت اجتمعت مع القطريين في قطر في الضوحة وقابلت مين قابلت حمد بن جاسم ماشي ده اول واحد وبعدين في لقاء مغلق قابلت وضاح خنفر وضاح خنفر ده سيبك بس من اسمه يعني وضاح خنفر ده مدير قناة الجزيرة السابق خلي بالك ان بعد ما التسريبات الامريكية دي طلعت الجزيرة عزلت وضاح خنفر ده يعني مشوه ايه مش يا عم احنا مش عاوزينك احنا اتكشفنا خلاص وتاني حاجة قابلت في لقاء مغلق رئيس الجزيرة المتحدثة بالانجليزية لما قعدوا مع بعض ما تفتكرش ان هو كان اجتماع ودي ومغلق اللي فضح الموضوع انه وضاح خنفر بعد ايميل بعد زيارة هيلوري قال لها احنا دلوقتي هنشتغل ان احنا هندعم الجماعات الارهابية جوا الدول العربية وخلي بالك من الكلام هيدعموا الجماعات الارهابية جوا الدول العربية وحنغطي الاخبار بتاعة الجماعات دي ونبرو الصور المظاهرات والكلام ده كله معنى كده وده اللي طلق من البي بي سي بتقولك ان قناة الجزيرة كان بتاخد اوامرها من هيلوري كلينتون شخصيا وان الادارة الامريكية كانت عارفة او على علم مسبق ان الجزيرة بتدعم الارهاب جوا الدول العربية او الجماعات الارهابية على فكرة الايميل اهو عشان بس ما تشككش في كلامي الايميل اللي بعت وضح خنفر لهيلوري كلينتون اهو فبيقولك ان الخطورة ان امريكا هي اللي كانت بتدير قناة الجزيرة عشان كده الرباع العربي لما فرض ان هو يمنع التعامل مع قطر ترامب مع تراتش لان هو كان عارف ان قطر بتدعم الارهابيين جوا البلاد العربية بيقولك ان هيلري كلينتون كانت بتتبع نفس سياسة بيل كلينتون إيه اللي هي إيه؟ لها تقول لهم أنا عندي صندوق خيري أعملها عشان صندوق خيري يا جماعة يعني حاجات كده للخير يا جماعة الخير فأنا عندي صندوق خيري ممكن أن تتبرعوا فيه وياريت ياريت لو تساعدوني فبيقولك الصندوق الخيري ده كان من ضمن الحاجات اللي بيتم التقرب بيها للرئاسة الأمريكية في عهد بيل كلينتون طب تاني أقولك فضيحة تانية بيقولك كوكا كولا تبرعت للصندوق بتاع بيل كلينتون عشان تغرف تقعب معاه يعني ده برضو من ضمن الفضايا بيقولك ان الكاترين اتبرعوا بمبالغ كويسة جوه الصندوق الخيري بتاع هيلري كلينتون ده ليه استمالة هيلري كلينتون بس الجريب في الموضوع ان هم مش محتاجين أصلا يعملوا كده لان هم أصلا هيلري كلينتون مخططة انها هتوقع الأنظمة دي من خلال الصورات اللي بتاعسه ازاي أمريكا هتتحكم في الشأن المصري بص بقى الجمال هيعملوا صندوق استثمار أمريكي جوه مصر خلاص يدعموا بين مشروعات وبكده يبقى لهم كلمة كبيرة على أي نظام حييجي جوه مصر وقالك الكاتريين حيدخوا استثمارات كبيرة جدا جوه الصندوق ده مساعدات هم كانت بينها مساعدات ده من ضمن الإيميل اللي متصرب كانت بينها مساعدات الكاتريين حيدخوا فلوس كتيرة جوه الصندوق ده عشان يعرفوا يتحكموا في الحكم في مصر لأن انت مستثمر فليه الكلمة برضو مسموعة الموضوع ما وقيفش عندي هنا انت بتتكلم ان الإخوان تقربوا من هيلري كلينتون ازاي هيلري كلينتون جات مصر وقعدت مع مرسي وقالتلو احنا بندعم التغير السلمي للسلطة طب هي ليه قالتلو الكلمة دي كان ساعتها طالع إشعاعات يعني ان الانتخابات دي مزورة ومش مزورة فهيلري كلينتون جات قعدت مع مرسي عشان تديله تأكيد أمريكا إنها مع الإخوان هيلري كلينتون لما قعدت مع محمد مرسي لما قابلت محمد مرسي هل بس اتكلموا فيه إن أمريكا بتدعم استقرار أو بتدعم التصويت لمصر نعوز أقولك إن هيلري كلينتون عرضت على محمد مرسي إن هو يفكك الداخلية فككها إزاي بص بقى بش دلوقتي قالتلو انت تعيد ترسيم الداخلية أو إن احنا نعيد تأهيل الداخلية إن أنا حبعت لك زباط من عندي يخش جوه الداخلية عندك وبيمرنوا الزباط المصريين ويؤهلوا الدخلية كلها هتقول لي والله دي حاجة كويسة جدا ده حيمرنو الناس بتوعنا تعرف معنى كده إيه؟ معنى كده إن الزباط دول حيطلعو على كل حاجة في الداخلية مصرية أسامي زباط رتب كل حاجة في الداخلية طب هل الدخلية فقط؟ لأ ما هيجي يعرف أسماء المجرمين وأسماء الناس وكل حاجة تخصه الداخلية يعني معلومات كلها اللي في الداخلية هتبقى تتنقل كده على امريكا انت دلوقتي بتتكلم في حاجة جمدة جدا هيلري كلينتون بعد ما قاعدت مع محمد مرسي وقالت له الداخلية وقالت له ان هي بتدعم النقل السلمي للسلطة او الديموقراطية عملت ايه؟ هيلري كلينتون بعد الاجتماع ده راحت قاعدت مع المشير حسين تنطاوي خلاص؟ وقالت له كلمة واحدة قالت له الجيش يرجع فكناته ويرجع على الحدود ليه؟ عاوزة تفضيله السكة عاوزة تفضي ليه الإخوان المسلمين السكة عشان يحكموا البلد براحتهم هيلري كلينتون قالت ليه حسين تنطاوي فقط ان هو يرجع الجيش للسكنات؟ لأ قالت له حاجة مهمة جدا قالت له ملكش دعوة بالإخوان على فكرة الناس اللي كتضد الجيش والكلام ده كله لأ خانص الست مش عاوزة البلد تستقر او زي ما انت فاكر عاوزة تفضي للإخوان الحكم عاوزة تضمن ان الإخوان مسكين الحكم تماما محمد مرسي طلب ايه من هيلري كلينتون لما جات قعدت معاه طلب حاجتين اول حاجة ان الإخوان ما ينعزلوش دوليا شوف بقى الطلب قالت له احنا مش عاوزين نطلع برا المجتمع الدولي وعاوزين اعتراف من المجتمع الدولي ان احنا مسكين مصر ليه شوف ليه عشان يحقرهم ان هما ينتشروا في البلاد التانية ياخدوا مصر قعدة ويطلعوا منها للبلاد التانية ويقولك برضو ان هما برضو مش عاوزين يتقفل عليهم عشان مصر ما اعتمد على السياحة والمعاونات الخارجية فخايفين ان هما يحكموا مصر وما يارفوش ياخدوا معاونة او بلد تقع او مايبقاش فيها فلوس فتاخدوا متنسي فهي دي الحاجة اللي الإخوان المسلمين عليها طب ايه تاني حاجة تاني حاجة ان الإخوان عاوزين تدعم الولايات المتحدة الامريكية في التعامل مع الدول الاخرى تاني حاجة بيقولك الإخوان المسلمين طلبوا من امريكا ومن القطريين يعملوا قناة تليفزيونية برا الجزيرة القناة دي تكلف 100 مليون دولار عشان تدعم حكم الإخوان في مصر لان الإخوان كانوا شايفين الإعلام اللي ضدوهم قوي جدا وبيأثر على حكمهم في مصر فطلبوا من القطريين يعملو لهم قناة تليفزيونية قوية تعرف توقف قصاد الإعلام المصري والعربي لو انت جيب بقى تفتكر او تبص هتلاقي نفس الفكرة دي معمولة دلوقتي قناة الشرق وقناة مكملين هي هي نفس الطلبات بتاعت الإخوان في 2011 معمولة دلوقتي الشرق ومكملين الاخوان اللي بيشتغلوا يقولك احنا معارضة ومش مموولين وأصحاب رأي اللي زوبع متصور مع وزير الخارجية التركية أنا حفضحك بها في ضيحة دي يا زوبع أنا مش حسيبك مهم ده زوبع اللي بتصور مع وزير الخارجية التركية نرجع تاني للإميلاد الإميلاد بتقولك أن الإدارة الأمريكية ساعتها باراك أوبام كان بيدعم الإخوان المسلمين في مصر وكان عاوز يوقع نظام مبارك بأي شكل الإيميل اللي بعدين نبقى نمشي إيميل إيميل الإيميل اللي بعدين هيلري كلينتون وده طالق من البي بي سي خليه بس أقولك على كل حاجة عشان بس تبعاه ده طالق من البي بي سي هيلري كلينتون بتدعم التدخل الأمريكي في سرية تامة جوة سوريا أيام إيه؟ أيام الالترابات الالترابات مش الحرب خلي بالك ما كاشفيه حرب بساعتها كان فيه اطرابات بس أمريكي كانت عاوز تتدخل بسرية جوة سوريا سرية إزاي الإيميل مش موضح ولا أي حاجة أنا بقولك إلا ههاصل الإيميل اللي بعدين الإيميل اللي بعدين أماشا بتتكلم إن سعود الفايسل وزير الخارجية السعودي خلي بالك بقى من الكلام ده وركز فيه كويس قوي وزير الخارجية السعودي كان فيه اطرابات في 2011 في البحرين البحرين لازم تفهم إن جوها شيعة كتير جدا والشيعة دي مدعومة من إيران وإيران على تواصل مباشر وزرع كمية جواسيس جوه البحرين غير طبيعي غير طبيعي ممكن ما تتخيلهاش أصلا وكمية شيعة جوه البحرين غير طبيعي فالشيعة استغلوا صورات 2011 دول وقاموا باضطرابات كبيرة جدا كانوا عاوزين يوقعوا بيها الحكم جوه البحرين خلاص؟ على فكرة بس تبقى فاهم أنا مبسقش للبحرين بأي شكل أنا بس بشرح لك الوضع واللي طالع من التقارير الجيش البحريني ما كانش عارف يلم الموضوع وكان فيه قلائل كبيرة جدا فالسعودية عملت قوات اسمها درع الجزيرة مش معمولة لموقف ده كانت معمولة من زمان بس بيقولك السعودية والإمارات بعتت قوات درع الجزيرة دي للبحرين قامت هيلري كلينتون رفع سمع التليفون على سعودي الفايصر قايتلو إيه قايتلو باشا رجع القوات بتاعتك دي ومتتدخلش جوه البحرين قال لا لا أنا حتدخل جوه البحرين قالتلو لو اتدخلت شوف بقى المحادسة قالتلو لو اتدخلت جوه البحرين هتأثر على علاقات الأمريكية السعودية هلاص؟ قفل في وشها السك ده الرد يعني الراجل رده صريح قفل في وشها السك على طوب اللي ميل البعديها باشا عشان بس تبقى فاهم الدنيا سعودي الفايصر لما قامت عندنا ثورة 30 يونيو وشلنا مورسي هلاص؟ ده ضد الإرادة الأمريكية لأن أمريكا ساعتها بتدعم الإخوان زي ما قلتلك وزار أوباما شخصيا خلي بالك الإيميل طالع كده زار أوباما شخصيا وقال له كالآتي والله العظيم ما بزود كده قال له كالآتي قال له أنا شايف خلي بالك هو واضح كده أنه هو عمال يتكلم وهم معارضينه يعني واضح أن سعودي الفايصر عمال يتكلم أن مصر دي كويسة ولازم ندعم على الفتاح السيسي وكلام ده كله وهم اللي درها الأمريكية معارضة ده خلاص؟ فبيقولك أن سعودي الفايصر قال لهم كده قال لهم أنا شايف ومصر بقى مش محتاجاكه أصلا وإحنا هندعم مصر ومصر والسعودية دول السند بتاع الأمة العربية خلي بالك بقى من حاجة مهمة جدا الراجل ده مش يطالع في لقاء تلفزيوني ولا في خطاب للعامة ولا طالع في بيان لوزارتك خارجية صح؟ الراجل ده بيتكلم منه للإدارة الأمريكية جوه البيت الأبيض على فكرة اللقاء ده أو المحادثة دي عمره ما كده تطلع صح؟ فمش تطلع فما الجيش تقول لي ده أصله كان قصده لا أصلي ده نيته غير ده هنا بيفصح عن نيته قال لي بالك النقطة دي خطيرة جدا سعودي الفايصل بيفصح عن نيته بيقول لهم مصر مش محتاجة الأمريكا والسعودية هتدعم مصر ومصر والسعودية سند الأمة العربية خلاص؟ يعني عشان بس إيه الراجل ده بيقول في ضميره الله يرحمه ده بيقول في ضميره الجوه اللي انت عمرك ما كنت هتعرفه الإيميل اللي بعدين إيميل اللي بعدين لما حصلت برضو الاضطرابات في البحرين الإمارات برضو ما سمعتش كلام الإدارة الأمريكية وبعت الدعم للإمارات عشان تعرف تحافظ على ملك الإمارات ما يقعش في ايدي الشيعة الإيرانيين بس ده اللي قدرت عمله بس أنا وعيدك أي إيميلات تانية حتتصرب هتطلع هالك وأحجب هالك لأن احنا مش هنسكت على اللي جو بايدن عاوز يعمله وخلي بالك إن دونالد ترامب تقريباً بيلعب أسلحته الأخيرة يعني بيطلع كل اللي جوه جعبته الأخيرة دونالد ترامب صحته رجعت زي الأول آآ دونالد ترامب آآ عمل لقاء انتخابي مبارح مع الناخبين بتاعته وصاد البيت الأبيض دي كانت حاجة خطيرة جداً معنا كده إن هو شوفيها تماماً أو زي ما بيقوله يعني لأنه هو كل يوم تطلع تهجم وتقولك إزاي عنده فيروس وبيجتمع بين الناخبين بتاعه وأعمال قاعد جوه البيت الأبيض فالراجل طلع في مؤتمر انتخابي مبارح أنا بكلمك كل ده مبارح الواضح من الإيميلات دي نية الديموقراطيين أو جو بايدن مش نية هيلاري كلينتون جو بايدن لو جيه هيطبق نفس السياسة تاني جو بايدن كل اللي طالع أو كل التقارير اللي طالع إن هو متقدم بفارق 12 نقطة عن دونالد ترامب في الانتخابات يعني في آخر استطلاع رأي بين 12 نقطة فرق بينه وبين دونالد ترامب واضح كده إن هو هيكسب واضح أنا بقولكش مثلا الحاجة معلومة من عندي أنا بقولك اللي طالع من والوكالات اللي أنا ذكرتها لك أمريكا واضح كده إن جو بايدن له تقدم وممكن هو اللي يكون مرشح القادم ولو هو مسك السلطة في الانتخابات الأمريكية ما تعتقدش إن العرب أو العالم كله هيبقى فرحان إن جو بايدن جيه لأن حتى تركيا شوف تركيا تحب جو بايدن كانت الإدارة التركية ابتدى عن جو بايدن لحد ما طلع بتصريحات هاجم بها أردوغان وتصرفات أردوغان اللي أنا كنت بقول حليف لها قلب على جو بايدن محدش راضي بسياسة جو بايدن دي اللي هي سياسة أوباما خليها بس أقولك نقطة كمان في التسريبات دي أو في الإيميلاد دي مش عايزين يطلعوا إيميلاد كتيرة تخص العلاقات الروسية الأمريكية أو الصينية يعني بيحاولوا يتجنبوا الحاجات دي حتى دونالد ترامب على فكرة يحاول يتجنب إن هو يطلع الإيميلاد تخص أو اللي فيها معلومات تموس روسيا أو الصين الإيميلاد دي بتكشف نوايا إنت شفت قطر على فكرة قطر بعد صورة 2013 صورة 30 يونيو 2013 جم طلبوا كل الفلوس على مصر يعني كل الفلوس اللي كانوا مساعدين بها ومصر قالوا لهم هتوهم رجعونا الديون بتاعتنا اللي عليكم وخلي بالك مصر ساعتها كانت مديونة بكتير جدا وخلي بالك الابتصاد المصري كان زي الزفت وكانت حالتنا زي الزفت وما صبروش علينا جم قالك هاتف فلوس بتاعتنا دلوقتي حالا وعلى فكرة ما عاد استحقها ما كانش في اليوم ده أو في السنة دي ورهم هتوها دلوقتي ضغط على الاقتصاد المصري عشان يوقعك خلي بالك تاني الإيميلاد دي بتكشف نوايا مش تصرفات تصرفات يعني حاجة معلنة نوايا ده اللي جواك اللي جواك اللي ملاد دي بتكشفه بتقولك نوايا القطريين ايه ناحيتك بيدعموا الإخوان إعلاميا وماليا بيدعموا أي ربيع عربي مش الكويس أي حد نزل في صورة 2011 ده نييته كويسة مش هانا اللي بقول السيسي هو نفس اللي بيقول بس انا بتكلمش على كده انا بتكلم هو عاوز ياخد الصورة دي يحقق بيها هدافه عاوز يوقع لك نظام الحكم ايا كان ايا كان مبارك اي حد هو عاوز يوقع عن نظام الحكم ليه بس دخلنا انا جواه البلد دخلوا نظام القطري جواه البلد على فكرة برضو عشان بس قبل منسة في ايميلات خارجة من ايميلات دي بتقولك ان نظام القطري كان بيدعم الاخوان في ليبيا لحد ما يسلطروا على ليبيا اي بلد شوف اي بلد طب اقولك حاجة كمان معلش ايميل تاني من ضمن فاكر الصندوق اللي انا قلت لك عليه استثمار امريكي مصري كانوا عاملين نفس الصندوق ده في تونس عشان يخش جواه النظام في تونس عشان يتحكمه جواه بلد تونس بص انا بالنسبالي انا بحبش النظام القطري تماما مش القطريين انا بحبش النظام القطري خالص 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 وعلى فكرة انا بحبش النظام القطري اكتر من الاسرائيلي كمان شوف انا بكره الاسرائيلينا بدي ايه انا بحبش النظام القطري ده اصلا وشايفوا ان هو عدو اكتر من اسرائيل نفسها بس تاني انا بقولك النظام مش القطريين انا مش ضعب القطريين وحتى تركيا النظام مش الاطراق انا بقولك النظام ده معادي للدولة المصرية وللعرب بطريقة غير طبعية انا مشوفتش عداء كده وكره كده كلي بقى لك ابو تميم ده بيكره العرب نص اراط تميم بيكره 24 اراط يعني كره تميم للعرب اكبر من ابوه 100 مرة اكبر من عائلته كلها تعريبي انا بجد مشوفتش خيانة كده الناس اللي شغالة في الجزيرة دي وعملها تقبط بالدولار عشان توقع النظم العربية وتطلع تقولك شائعات طيب اقولك بس حاجة معلش معلش اقول لك بس حاجة انت عرف ان الجزيرة مجابيتش ولا خبر عن التاسباب بتاعت هيلالي كلينتون دي ولا خبر مطلتها في والا خبر ومع انها قلب الدنيا مطلعتش في ولا خبر في قناة الجزيرة المصري اللي بيشتغل في قناة الجزيرة ده ايه يعني بيعمل ايه انت عاوز انت بتاخد الفلوسه على اساس ايه على اساس ان ان 자기 انت مزيع انت مش مزيع انت عارف ان انت عميل ومأجور طب اقول لك حاجة معلش سؤال بس سؤال بس سبل مقفل دلوقتي لما مزيعين الجزيرة دول بيطلعوا يشتموا في النظام المصري خلاص امشي بس معي لما جت في 2017 النظام القطري لما اتضغط عليهم السعودية سوريا كده بعت مندوب من النظام القطري لمصر وقابل الرئيس عفتاح السيسي امشي بس معي بالقصة دي مزيعين الجزيرة اتفرض عليهم يقولوا ايه قالك الرئيس عفتاح السيسي ومن ساعيتها ما غيرهاش يعني يا فكرة قبل كده كان بيقولك المنقلب انقلاب مش عارف ايه بعد الزيارة دي اضطرت الجزيرة تقول الرئيس عفتاح السيسي ومن ساعيتها ما عرفتش تركع في كلامها طب انت حضرتك اخواني انا مقتنع يعني انت دلوقتي اللي موجود في الجزيرة ده اخواني صح لما انت اتفرض عليك تقول الرئيس عفتاح السيسي ما انت اخواني ومش راضي وشايف ان اللي حصل ده انقلاب انت بتفرض عليك تقول الرايس عفتاح السيسي وبتطلع تقول الرايس عفتاح السيسي بانت ايه مقجور ولا مش مقجور بتقول ضد مبادئك اللي انت مقتنع بيها لان انت اخواني وعميل لان انت اخواني فانت بتقول حاجة اللي هو الرايس عفتاح السيسي وتطلع منشاكح جدا وتقول الرايس عفتاح السيسي والنظام مصري اللي انت اصلا كنت بتشتوه من شوية دلوقتي مفروض عليك ان انت تقول للرئيس عفتاح السيسي بانت ايه مقجور ولا مش مقجور عميل ولا مش عميل طبعا اللي يدفع لك اكتر ولا في الاخر يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط يا رب انصر العرب يا رب انصر مصر تحية مصر سلام تحية مصر